موسيقى الرئيس السيسي يصل بغداد في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عام أسعار الذهب محليا ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام الحكومة تطلق مبادرة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة نشرة اقتصادية تأتيكم من قناة الأموال أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 30 عام تأتي زيارة رئيس عبدالفتاح السيسي إلى بغداد بغرض المشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع شقيقه رئيس الوزراء العراقي لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية قالت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط بحجم تجارة بينية يتجاوز أربعة مليارات دولار وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام الماضي بلغ نحو أربعة مليارات ومئة وأحد عشر مليون دولار مقابل ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة وخمسين مليون دولار خلال عام الفين وتسعة عشر وبلغ إجمالي الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال عام الفين وعشرين نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار مقابل ملياري دولار خلال عام الفين وتسعة عشر تعتزم الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة وبالتعاون مع جمعيات المستثمرين إطلاق مبادرة جديدة تستهدف تشغيل المصانع المعطلة على مستوى الجمهورية ويتم الآن حصر جميع المصانع المعطلة في المحافظات المختلفة تمهيدا لإعادة تشغيلها عبر إطلاق مبادرات جديدة بعد تقييم المبادرات القديمة ومعرفة نتائجها وبجانب عمليات الحصر سيتم تقييم مدى نجاح المبادرات التي طرحتها الدولة والبنك المركزي الخاصة بعودة المصانع المتعثرة إلى العمل من جديد ومدى نجاح تلك المبادرات في إعادة تشغيل المصانع التي تستوعب عمالة تتجاوز أكثر من 250 ألف نسمة ارتفعت صادرات مصر من الألمنيوم بنسبة 53% لتسجل 256 مليون دولار خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي مقابل 168 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وكشف المجلس التصديري لمواد البناء أن إيطاليا تصدرت الدولة المستقبلة للألمنيوم من مصر بما يوازي 115 مليون و700 ألف دولار مقابل 90 مليون و600 ألف دولار للعام الماضي بارتفاع النسبة 28% قال سفير دولة كوريا الجنوبية لدى مصر إن إحدى الشركات الكورية تعمل على إنشاء مصنع بمصر ينتج التابلت محليا وتصدر إلى العديد من الدول العالم وأكد السفير اهتمام الكثير من الشركات الكورية بدخل استثمارتها في مصر بمختلف المجالات أبرزها الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر جاء ذلك خلال لقاء سفير كوريا الجنوبية لدى مصر بوزير المالية الدكتور محمد معيت قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهل المصري يحيى أبو الفتوح إن أعداد المشتركين بخدمة الإنترنت البنكي لدى مصرفه قارب على الوصول إلى نحو ستة ملايين عميل محققة تفرة نمو غير مسبوقة وأضاف أبو الفتوح أن ارتفاع عدد العملاء جاء نتيجة لمجموعة من العوامل في مقدمتها مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وإعفاء العملاء من الرسوم لباقة واسعة من الخدمات البنكية التي يتم إجراؤها عبر القنوات الرقمية والإلكترونية ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع بنحو 10 جنيهات وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 765 جنيها إلى 775 جنيها وشهدت أسعار الذهب عالميا تحركات في قناة سعرية شبه ثابتة بين 1770 وحتى 1785 دولارا للأنصة طوال تداولات الأسبوع نهاية النشرة شكرا على طيب المتابع اشتركوا في القناة